في بعض الحالات بتبقى فيه البنت جاي لنا او واحد راجل جاي لنا هو عامل شفط دهون قبل كده طيب السؤال اللي بترح نفسه هو تخن هو مالتزمش هو مأخدش اللايف ستايل الصحيح بعد عملية شفط الدهون نقدر نرجع نعمل امتى العملية دي تاني نعمل العملية دي تاني بعد سنة لان قبل السنة دا بيبقى فيه تلايفات وبيكون فيه صعوبة قوية جدا في نحن نعمل تسيح واستقصال للدهون فاحنا المنمون بتاعنا سنة ونبتدي نشتغل على المناطق اللي حصل فيها التراكم للدهون مرة تانية وبالتأكيد حصل لو هو ممشيش على اللايف ستايل حصل تراكم دهون في مناطق جديدة بس نقطة مهمة جدا انا قررت عمل عملية قررت ايبقى ليه شيء كويس للجسم بعد ستة اسابيع بشوف النتيجة النهائية مفيش عملية لها ضمن مدى الحياة انا بسلم المريض الجسم او الشيب بعد ستة اسابيع بشوف النهائية دور المريض او الانسان يدخل العمل لعملية شفط الدهون ان هو اللي يحافظ عليه حافظ عليه ازاي ان هو ميزيتش في الوزن على قد ما بيأكل على قد ما يلعب رياضة على قد ما بيحرق دهونه عشان كل الناس بتستسهل دلوقتي ندخل نعمل عملية شفط الدهون نرجع ناكل تاني ونعيش حياتنا طبيعي جدا كيان انا معملناش اي عمليات الناس بتستسهل لا انا بحب اقول ان العملية التانية تبقى صعبة لعملية شفط الدهون مش سهلة زي اول مرة ولو مرة تلتة بتبقى صعبة جدا ان فيها تلاييفات قوية جدا بيبقى صعب نقدر نرسم الشيب اللي احنا عايزينه فاحنا دايما نوصل للنتيجة البرفكت بعد اول جلسة للعمليات نحت القوام ودور المريض ان هو يحافظ على ده مدى الحياة اشتركوا في القناة